اهلا بكم اعزائي طلب وطلبات التعليم الفندقي في حلقة جديدة من حلقة التعليم الفني النهاردة درسنا هنتكلم مع بعض يختص طلبة الصف الاول الفندقي طبعا دي شعبة عامة بيدرس فيها المواد الفندقية الخمى الخمس مواد صناعة صناعة فندقية فن طه اشراف فن خدمة كل الكلام ده هو منوت بيه ادريسه كله لحد ما يتشعب في السنة الثانية او الصف الثاني الفندقي طبعا انت النهاردة معانا مادة جميلة جدا اسمها فن الطهي الفندقي واول درس النهاردة بنتكلم عن بداية خدمة الاخذية ومشروبات في الفنادي او المطاعم في العصور القديمة طبعا ده درس لذيذ جدا وشايك انت كل اللي انت المفروض تعرفه بداية التواريخ دي كانت امتى والناس كانت شغالة ازاي على النظام ده زمان طبعا في بداية التركيبة بتاعة الفنادي او المطاعم ما كانش فيه حاجة اسمها فندق او مطعم كان فيه حاجة اسمها ضيافة للمغتربين بمعنى ان احنا الاول كان بيجي الضيف من بلد غريبة او بحاجة وكان ساعتها وسائل النقل اللي هي الخيل والحصنة والجمال كل الكلام ده كان هو وسيلة النقل ايام زمان فكان بيعدي من بلد لبلد كان بغرض التجارة او بغرض مصلحة ما فكان بيضطر ان هو يريح في اي مكان بيستنى لحد ما يروح عند اقرب بيت او سكن ويخبط عليهم يقولهم انا عايز ابيت الليلة دي عندكو فالوسيلة الوحيدة كانوا بيطلعوا له حاجة عشان ينام عليها بره المكان او لو في مكان بيضيفوه فيه كانوا بيضيفوه فيه وبيطلعوا له الاكل بتاعه وبيسيبوه لحد الصبح مثلا وهو بيشوف الحاجة بتاعته الخيل بتاعه بيركبه وبيسافر بيكمل بيت الرحلة بتاعته لكن ما كانش فيه حتة ان هو ياخد اولاده او ياخد الزوجة ويعمل سياحة او يعمل شوبينج ذا الاول ليه لان الطرق كلها ما كانش مؤمنة وما كانش فيه وسيلة لنتنقل امنة تمام كل الكلام دا ما كانش يساعد على ايه ان الحد ياخد اولاده او ياخد اصرته معاه في طريقة امنة ويزيعمل بيهم سياحة ويتفرج على الاصور في اي مكان او يشتري بعض الحاجات من الاسواء التجارية كل الكلام دا كان غير امن ايام زمان لكن لما الموضوع تطور شوية وبقى فيه ناس تاخد الفلال بتاعتهم تحولها الاصور او الاصور تحولها لفنادي او مطاعم تجارية ابتدى الموضوع فيه حتة امان شوية وابتدت كل دولة تعمل حدود لها وامن خارجي وامن داخلي ويتحدد موضوع الشرطة وموضوع الجيش بيمسكوا البلد وزمام البلد في كل دول العالم اصبح الموضوع بقى امن شوية وابتدت الناس واحدة واحدة بياخد زميله معاه يتطم من الاول بعد كده بيروح ياخد مراته اولاده بعد كده بيلاقي فندق يستضيفه وفيه فنادي على الطرق السريعة كمان لو هو حاب ان هو يسافر بالعربية بتاعته او يسافر بالدراجة الرياء بتاعته او حاجة بقى فيه فنادي على الطرق تمام تستقبله وفي كل امان ويحافظه على الحاجة بتاعته لحد الصبح وفيه باركينج يحافظ على عربيته الكلام ده الاول ما كانش متاح وما كانش موجود فهنشرح مع بعض الدروس المقرارة علينا في الترم الاول نبتدي اول حاجة ببداية اول درس هو انتاج وخدمة الاخذية في الفناديق والمطاعم التجارية طبعا زي ما احنا قلنا الموضوع الاول كان غير امن وغير مؤمن من الشرطة او الجيش لان كان قديما الموضوع ده كان غير متيسر فاصبح تطور وبقى فيه ايه خامات كويسة اتنين دور المطبخ الحديث في الفناديق الكبرى والمطاعم التجارية وتصميمه طبعا احنا هنا بنتكلم عن المطبخ الحديث المطبخ قديما كان بيشتغل بحاجة اسمها كابتن اوردر يعني الويتر او كابتن او الميتر التيل بيوقف على التربيزها وابتدي ان هو يمسك ورقة والم او يمسك الدفتر بتاع كابتن اوردر يبتدي يسجل فيه المشروبات والمأكولات اللي انت بتحتاجها منه على ايه التربيزة وبياخد الكابتن اوردر ده بيبقى من ثلاث نسخ بياخد نسخة بيودها للمطبخ نسخة بيودها لكاشير ونسخة بيحتفز بيها النادل اللي هو الناده اللي هو بينده على المأكلات في الشيف عشان يتابع الأوردر بتاعه خلص ولا لأ بيوصله للكابتن أو المتر عشان ينزله على التربيزة فأصبح هنا عندنا إيه؟ تلات نسخ نسخة المطبخ نسخة الكاشير عشان يحاسب بيها الكاشير ده اللي هو المحاسل بيعمل الفاتورة اللي أنا بحاسب بيها العميل آخر التربيزة بتاعته ونسخة تانية بتفضل مع الويتر اللي هو بيجهز الإباء عشان يديها للمقدم الترابات ينزلها على التربيزة أصبح عندنا عندنا تلات نسخة بنيجي آخر يوم طبعا النسخة اللي بتخش للشيف دي بيبتدي يحضر الأوردر بتاعه في خلال عشر دقائية أو ربع ساعة بعد كده بيلم الأوردرات دي على مدار اليوم وبيجي آخر يوم يعمل حاجة اسمها تفقيطة بيفقط الكلام ده كله في ورقة خارجية عشان يعرف هو بيع كام أوردر لحمة كام أوردر فراخ كام أوردر سمك من يوال كده بالألم والإيه والورقة البيضة وبيبتدي نوع يفاقاتهم يجمعهم في الآخر 35 أوردر لحمة 45 أوردر سمك 35 أوردر فراخ الخضروات كذا الشرب كذا يبتدي نوع يعمل جرد منوال يعني بالورقة والألم طيب يبقى احنا كده لحد ما اخدنا الأوردر ورصدنا الحاجات بتاعتنا الجرد بتاعنا كان كله منوال طيب نخش بقى على التحوليات في المطبخ والمطعم لو حد من المطعم أو البار احتاج بعض الدرينكات من المخازن بيروح للمرئيس المغزن وبيجيب له حاجة اسمها إذن تحويل ورقي إذن تحويل ورقي عشان ياخد منه كمية من البضاعة تمام ويحطها عنده في الباركاستوك يشتغل بها على مدار اليوم أو مدار الأسبوع طيب يبقى احنا هنا عمدنا إيه الأوردر ورقي نفس النظام بالنسبة لقسم المطبخ عندنا برضو بيستخدم الحاجات بتاعته كلها التحولات كلها عبارة عن إذن استلام وإذن تحويل ورقي فهنا المطبخ القديم كان بيلاقي شوية مشاكل لأنه ما بيعرفش يلاقي الورق ده وساعة بعض المطابق بيتضيع الورق لأنه فيش تركيز لكن المطبخ الحديث اللي حب نتكلم فيه اللي هو شغال بنظام الشيف ديمو شغال بنظام اللويتر بيبقى معاه زي تابلت صغير كده أول ما بيقف على الترابيزة بيسجل أوردر بتاعه على التابلت بيظهر قدام الشيف العمومي أو الشيف اللي هو شغال بيعد للباق عنده على شاشة كبيرة في المطبخ بيبتدي أنه هو يبص على الشاشة يبتدي أنه هو يحضر الأوردر هو والاستوف اللي معاه ونفس النظام بالنسبة للبار عندنا في المطعم لو اضطرب أوردر درينك أو حاجة بيطلب الأوردر ده على التابلت اللي هو معاه في يده فبيظهر إيه ألكتروني على الشاشة دي فبياخد الطايم بتاعه والشي بيبقى عارف الحاجة بتاعته حتى النادي اللي هو في النص بين المطبخ وبين المطعم اللي هو اسمها حتة اسمها الباك إيريا أو الكاونتر اللي هو هيجهز فيها الباق عشان يسلمها للويتر بيبقى عنده نسخة على الشاشة عشان يبقى عارف الأوردرات اللي طلعها إيه التراويزة واحد أو اثنين أو ثلاثة ويبتدي أنه هو يسلمها للويتر اللي هو مختص بالتراويزة مثلا أربعة اللي هينزل عليها الأوردرات حتى لو في عندي جرد آخر اليوم أو آخر أسبوع أو جرد شهري بيبتدي أنه أنا أخش على السيستيم بعمل حصر للمأكلات والمشروبات اللي عندي سهل جدا بيبني كل حاجة على السيستيم من خلال الكسلية بتاعت السيستيم اللي هي الشيف ديمو طبعا البرنامج ده أو السيستيم ده عامل زي بعض السوبر ماركت أو الماس ماركت الحاجات الكبيرة جدا اللي هي موجودة عندنا إن إحنا بنخش نشتري حاجة فبيمر الحاجة دي على مكانة فبيديديروا باركود بالسعر إيه بتاعه نفس نظام السيستيم اللي حاشا غانين بيه في الفنادي أو المطاعم إحنا بنعمل أوردر وبيجي بعد كده الشيف أو الكوشير بيعمل الشيك بتاعه بيظهر الأوردر بتاعه على تربية الفنانية إذا خد ماكولات أو مشروبات أو أي حاجة بيتضاف له إيه أوتوماتيك على إيه الأوردر ده وبيرصده له على وطول بيترع له الشيك جاهز أصبح عندنا كل حاجة في نوميكانة في المطبخ الحديث وسهلة جدا لو حبيت أعمل جرد على المطبخ أو على البار أو أي أغزية ومشروبات ببيخدش مني أكتر من عشر ده إن أنا طلع الورقة من البرينتر وتبقى جاهزة فيها الأرصده كلها بخلي بس الشيف اللي عندي بيمسك ورقة بيضة وبيبتدي يجريد هو مانيول عشان نقارن من الورقة اللي طالع من السيستم والورقة اللي طالع من إيده عشان يعرف إن إذا كان فيه شورت أو أوفر طبعا في تلك الحالتين شورت أو أوفر كده في مشكلة عندي في المطبخ أو في المطعم لو عندي أوفر أو شورت شورت لو يبقى معنى كده إن في حاجة وقعت أو حاجة تهدرت أو حاجة أو صنف بوز أثناء الطبيق أو فيه اختلاص طبعا ده له شورت لو أوفر يبقى برضو نفس النظام حد ما حاول إن هو يختلص حاجة فماش مسموح إن إحنا نعمل حاجة أوفر أو حاجة شورت لازمن العدد يبقى زي العسيستم بالزبط تمام ما يقلش عنه حاجة طبعا في حالة وجود تهدير أو تلف أي منتج إحنا بنعمل حاجة اسمه محضر إعدام ومضى عليه الشيف العمومي بيبقى رسمي وهو بيشوفه بعنيه ويبتدي إن هو يمدي بتاريخ باليوم بالشهر اللي إحنا فيه بالساعة وفي شفتي مين ومين اللي جابهولي عشان إيبقى إيه حاجة مكننة ومعروفة مين الأتلفة تمام ده بالنسبة للمطبخ الحديثة نخش بعد كده على العنوان اللي بعديه الهيكل التنظيم للمطبخ الرئيسي والمطابخ الفراعية في الفنادق والمطاعم الحديثة ودور العاملين طبعا إحنا عندنا هنا في كل قسم عندنا السخل والبارد والحلو والبوتشر هو الجزار الأقسام اللي هي بتجهز الخضروات واللحوم والأسماك اللي هو قسم الاستلام طبعا ده مهم جدا إن هو بيستلم الحاجة وبيشيك عليها من خلال البتش اللي موجود على الورق نفسه اسم المنتج اسم الشركة البلد المصنعة تمام يعمل كمان حاجة اسمها اختبار حسي بعد كده ياخد الحاجة دي بيضطر إن هو يخسلها كلها ويجففها بعد كده يحفظها في التلاجات سواء خضار أو لحوم ويبتدي إن هو يحفظها في التلاجات تمام بعد كده نتكلم على رقم اربعة قسم الستيورد طبعا إحنا عندنا قسم الستيورد ده قسم كبير جدا في منه شيف أول حاجة فيه شيف الستيورد طبعا شيف الستيورد ده بيبقى تحتيه اسطف كامل مسؤول عن نظافة وترتيب وتجهيز المعدات والأدوات داخل قسم المطبخ بمعنى إن هو بينظف المكان مش الشيف العمومي الناس اللي تحتيه بيتنظف المكان وبتاخد بالهم الدورة التنظيمية لتنظيف المكان فيه مكان كبير جدا ما بيتنظفش غير كل إسبوع مرة أو كل شهر مرة زي العجانات الكبيرة تمام؟ وتحت الاستندات والسراميك نفسه والشفطات الموجودة كل كلام ده مسؤول مسؤولية كاملة من قسم الستيورد بالإضافة إلى بعض التجهيزات اللي هي التقطيعات اللي هي منعدها قبل بداية التشغيل بتاع المطبخ عشان الشيف لما يجي يشتغل ما يقفش على صنف أو صنفين أو ثلاثة فلازم أن نجهزه الحاجة قبلها قبل موضوع الشغل أو الريشتاين بتاع المكان طيب العنوان اللي بعده أقسام المطبخ وحجراته طبعاً إحنا عندنا أقسام المطبخ وحجراته إحنا قلنا فيه السخن فيه البارد فيه الحلو فيه الجاردمنجي فيه الصلسيري فيه البوتشر اللي هو الجزار دي أقسام المطبخ فيه ستة قسم الأسماك طبعاً قسم الأسماك هنا من الأقسام شاكة جداً والخطيرة في نفس الوقت لكن لأنها لازمة نستلم الأسماك دي مجمدة وبعضها بقى فرش ففيه الفرش ليه اسلوب وطريقة لاستلامه اللي هو إحنا بندله شاطفة بسيطة تمام وبننظفه كويس ومنطلد إن إحنا نجففه عشان التخزين لو إحنا هنخزنه أو لو هنشتغل به على طول بنسلمه للشيف بعد تنظيفه وبشتغل به لكن الأسماك المجمدة إحنا لبنجيش جنبها نهائياً غير إن إحنا بنشيك على تاريخ الصلاحية والمنتج والبلد المصنعة ليه وبعد كده بنحفظها في مكان التجميد بتاعها ده حاجات مهمة جداً إن إحنا أخذ بالنا منها والأسماك بالذات ليها استلام معين واختبار حسي لازم أن تحط إيديك على السمكة نفسها وتعرف إذا كانت في رشة ولأ وبص على الخيشين بتاعيسها إذا كانت حمرة أو حمرة مهدنة تبقى كده سمكة بيتة أو حاجة فلازم أن ناخد برنامج الاختبار الحسي ده ونعمله في اللحوم والأسماك كويس بعد كده عنوان البعض أهم التجهيزات والمعدات في المطبخ طبعاً إحنا عندنا في أجهزة كتيرة جداً زي السلماندر زي الأفران زي الشويات كل الكلام ده إحنا هنذكره في الدرس بتاعنا تمانية المواقد اللي هي المشاعل تسعة أواني الطاه اللي هي الأواني أو الحلال اللي إحنا بنطبخ فيها بعد كده عشرة إنتاج الأغذية في المنشآت الغير هادفة للربح طب يعني إيه الهادفة لغير الربح أو من غير الربح أو ما بتحقق ليش فلوس كويس دلوقتي إحنا عندنا في المعاهد وفي الكليات وفي المستشفيات وفي السجون طبعاً كل الحاجات أنا قلت عليها دي أو ما دارس محدش من الطلبة أو من الناس اللي في المستشفيات بيدفع فلوس الوجبة كده كده متضافة على سعر الشيك بتاعه اللي هو قاعد به سواء في الجامعة أو في الكلية أو في المدرسة أو في المستشفى أو في السجن هو ليه وجبة يومية سواء في طار وغدا أو عشا أو في طار وغدا بس تمام؟ هي المكان متكلف بيها فدي غير هادفة للربح لكن الهادف للربح هو المكان أو المطعم اللي احنا بنقعد فيه وبنحاسب فيه على الفطورة بعد ما بنقوم ده اسمه هادف للربح زي الفندق المطعم المطاعم التقليدية كل دي اسمها مطاعم هادفة للربح لكن غير هادف للربح اللي هو زي المستشفيات والسجون والمعاهد والكليات تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا إيه الفرق بين الهادفة للربح وغير هادفة للربح طيب العنوان اللي بعديه هنبتدي الدرس بتاعنا انتاج وخدمة الاغذية في الفنادق والمطاعم طبعا ده شكل شكل المطبخ بتاعنا لو هنركز شوية هنلاقي عندنا الافران البتجازات الغليات وفيه على الشمال قسم اسمه الميزن بلاس لو هنلاحظ كده فيه شوية جلسات او اكواب محطوطة او معدة دي كلها بتبقى عند الشيف عشان لما يبدأ تشغيل ما يبتديش ان هو يوقف على طبق او صنفه معين ان هو يغرفه فيه وما لاقيش الطبق بتاعه لو هنلاحظ فوق الجزء ده على الشمال كده فيه شاشة بتبين الاردرات اللي احنا قلنا عليها دي اسمها ايه شاشة الشيف ديمو او سيستيم ديمو اللي هو شغال في المطابخ حاليا الحديثة تمام؟ بعد كده هنتكلم عن بداية خدمة الاغذية ومشروبات في الفنادي هنبتدي نتكلم هنقول اصبحت اكبر صناعة الاغذية ومشروبات في عام الف تسعمائة خمسة وتلاتين وحققت الف تسعمائة واحد وخمسين مبلغ واحد وسبعة بليون دولار يبقى احنا عندنا هنا عام الف تسعمائة واحد وخمسين حققت واحد وسبعة مليون دولار تحقيق ربح فبتدت الناس تنهال على موضوع انشاء الفنادي والمطاعم لان حست ان هي فيها ربح كويس جدا وفيها تشغيل عمالة كويس جدا ومنورها ارباح يقدروا يحققوها ويبتدوا يصنعوا سلسلة من الفنادي او سلسلة من المطاعم في كل الوطن بتاعهم وجميع انحاء العالم زي ما احنا شفنا في بعض الفنادي عندنا في مصر هنا اكتر من اسم تلاقيه منتشر في عندنا منطقة زي التحرير وفي الاهرامات وفي الجيزة هتلاقي سلسلة من الفنادي وسلسلة من المطاعم طبعا كلنا بننشد اليها لان هي ذات اسم معين او اسم عالمي مشهور جدا تمام دي انتشرت من خلال ان الناس انتبهت ان فيه نشاط قوي جدا في انشاء الفنادي والمطاعم وربح جاي من ورا الكلام ده كويس جدا فبتدت ان هي تنهال وتجري عليها عشان تبتدي تصنع الفنادي ويبقى عندها نسبة تشغيل وبعد كده بدأنا في موضوع ان احنا ندرس موضوع الفنادي ونخليه ممنهج عشان الناس تبقى عندها سنس وهي بتعامل العملة وتعرف تتعامل معهم ازاي وفن البروتوكول ويقدر ان هو يصنع طبق ويقدمه بشكل شيك جدا وباسلوب لائف جدا عشان الناس الاول ما كانش عندها شهادة ولا مؤهلة ولا عندها بعض اللغات ولا بعض الخبرات فكانت سعابة تقع في مشاكل مع العملة وبتضيقهم اثناء التشغيل تمام؟ نيجي بعد كده لان البعدي ثم اصبحت من اكبر التجارات وحققت تمانية بليون دولار ارباح عام 1958 يبا احنا عندنا عام 1950 حققت تمانية بليون دولار حققت كام؟ تمانية بليون دولار نركز مع التواريخ بتاعتنا والفلوس اللي هي حققتها السياحة عشان دي احنا مطالبين بها في الامتحان بتاع نص السنة اتنين هنتكلم عن انواع عمليات التغذية المختلفة ايه انواع عمليات التغذية المختلفة؟ اول حاجة عمليات التغذية التجارية طبعا احنا عندنا بانواع عمليات التغذية التجارية دي في بعض المطاعم بتبقى خمس نجوم وبعض المطاعم بتبقى فاست فود الخمس نجوم اللي هي بيتم فيها خدمة الاخذية والمشروبات تمام؟ من اول المشروبات اللي هي الغير كحولية والمشروبات الكحولية وبعد كده بنخش على المأكلات بيبقى فيها من اول الشرب والسلطات والأبيتايزر فواتح الشهية وفيها السخن كله وفيها الحلو وفيها البارد تمام؟ لكن المطاعم الفاست فود اللي هي مش خمس نجوم بيبقى فيها حاجة واحدة بس سواء تشيكين كريزبي او بعض الساندويتش هالهنبورجر اللي هي السريعة طبعا الساندويتش لا يتعدى سعره ستين او سبعين جنيه او مية جنيه ونفس النظام برضو لو حاجة كريزبي الاسعار برضو متفوتة بين مية وخمسين ومتين جنيه بالنسبة للدجاجة او الشيكين كريزبي لكن في المطعم الخمس نجوم ده الترجيب بتاعنا وده الشغل بتاعنا اللي احنا بفروض نشتغل عليه اللي هو بندرسيه انواع التقطاعات وانواع التجهيزات وانواع السلصات وانواع العجيين كلها لازم نعرف يعني ايه مبق خمس نجوم او مطعم خمس نجوم عشان نطلع شيف او نطلع طاهي كويس لازم ندرس الحاجوات دي وندرسها عن فن مع الشيف بتاع المدرسة والمتر بتاع المدرسة عشان نبقى كويسين فيها جدا طبعا دي الهدفة للربح او اللي هي التجارية ان احنا بنخش انا مسلا واولادي ولا حاجة بنخش نقض على ترابيزة بنطلب المينيو بتاعنا سواء سوفت درينك او هارد درينك وبنطلب بعض المأكلات تمام بنخلص الترابيزة بتاعتنا بيجي الويتر بيدينا شيك او ورقة كده عبارة عن فولدر بلاستيك بنفتح الفولدر نلاقي شيك جواه الشيك ده بقى فيه مثلا توتل مبلغ مثلا خمسمائة جنيه او الف جنيه او الفين جنيه بنحاسب عليه كاش او كريدت فلوس يعني بعد كده بنمشي دي اسمها هادفة للربح او تجارية دي المطعم اللي هي ايه التجارية طيب والمينيو بتاعها زي ما احنا شافينا على الشاشة كده بيبقى فيه عبارة عن سلطات وشرب وقسم للسخر ولازم ان يحط فيه المينيو بتاعه شكل الطبق ويكون نفس الشكل الطبق هو المكتوب الكمبونس بتاعه الكمبونس بتاعه في المينيو يعني لو مثلا كبين سمك سوس اناناس يبقى هنحط السمك زائد سوس الاناناس تمام زائد الخضار والعميه لما يبص على الصورة في المينيو بيلاقيها نفس الطبق اللي هو متقدم له على الترابيزة طيب بعد كده بعمليات التغذية الغير هادفة طيب احنا قولنا الغير هادف ده اللي هو مش محقق لاي نسبة ربحة واي نسبة فلوس دخلة للمكان لو نلاحظ هنا ان الصورة هنا جايبالي صورة من بعض المستشفيات الموجودة عندنا او موجودة على انحاء العالم طبعا ده شكل المطعم بتاعنا لو هنلاحظ ان هو فيه بعض الكراسي معمول لها عجل عشان تنقل المرضى وبعض الكراسي ثابتة بالنسبة للمريض اللي هو عنده حاجات بسيطة ممكن يتتحرك ويقعد على كرسي بنفسه دي ما فيهاش خالص مينيو لو هنلاحظ على الترابيزات ما فيش كفر يعني فيش شوكة سكينة معلقة الكلام ده كله لان اغلبية الخدمة فيها بتبقى كفر ملفوف يعني ايه كفر ملفوف يعني بنحط الشوكة والسكينة في قلب منديل وبنلفها لفة شيك وبنحطها على الترابيزة لكن ما بقاش فيه الكفر ان احنا اللي احنا بنعمله في المطعم اللي احنا بنحط طبق رستو وبنحط شوكة وسكينة على الشمال وبنحط المعلقة فوق بتاع الشربة ومعلقة الحلو وطبق 17 اللي هو على جنب بتاع الزبدة والكبيت المية والكاس بتاع الخمور او بتاع العصير تمام والكندل والسولدان بيبر في الملح تمام والنمبر تيبل اللي هو الرقم الترابيزة كل الكلام ده مبقاش موجود لان هو بينزله مينيو معروف ومحدد من قبل المستشفى نفسها او من قبل المعهد او المدرسة اللي هو فيها فبينزل معاه كفر شوكة وسكينة بس وبينزل معاه اللي هو ازاست المية او كاس المية والطبق بتاعه اللي هو المينكورس اللي هو نازل ايه ليه هو شخصية تمام كده وده طبعا بيحاسبش عليه او حاجة هو لو حب يسيب تيبس او حاجة للموظف او الناس اللي هي قاعدة معاه بيسيب لكن لو ما حبش دي حاجة ترجع له لكن غير كده مفيش حاجة اسمها يحاسب على الطبق او يحاسب على المشروب اللي هو ايه اخده طيب الصورة اللي بعد كده انواع قوائم الطعام كده احنا هنتكلم عن قوائم الطعام يعني ايه قائمة الطعام في الاول احنا نخش اي مطعم تمام قبل ما بنقعد على الترابيزة احيانا بنقعد ونطلب المينيو عشان نبص عليه جرب كده تخش اي مطعم وتقول له او سمحت انا عايز اخد المينيو المينيو ده بيبقى فيه انت ببص فيه على الاسعار اذا كانت تتناسب معاك ماديا بتبتدي تقعد على المطعم او ما ستناسبش معاك ماديا وانت عايز تطلب الوردر في البيت بتطلبه من البيت وبيجيلك من خلال التوصيل السريع وده بيبقى ايه حاجة اسمها قائمة غير محددة وقائمة محددة طبعا احنا عندنا بعض القوائم لازمة ندرسها اللي هي المينيوهات لازمة نعرف المينيو ده شغالين بيه في اي مطعم وشغالين بيه في اي فندق وبنحدده على اي اساس ومين اللي بيصنع المينيوهات دي طبعا اللي بيصنع المينيوهات دي او بيبتدي ان هو يتكون طبق او اتنين او تلاتة حلو او يحط ديزيرت او يحط كسم سخر في المينيو هو مدير الاغذية والمشروبات بالاضافة للشيف العمومي وبالاضافة ايه متر اوتيل المطعم او مدير البراط عشان يبتدون يحطوا مينيو للاغذية والمشروبات مع بعض ويقانونوه في الوقت واحد طيب اول حاجة قائمة الطعام المحددة احنا عندنا هنا قائمة الطعام المحددة وغالبا ما تستخدم في المعاهد والمدارس والسجون يبقى احنا عندنا هنا عشان ننزل مينيو للمدارس او المعاهد او السجون لازم ننزله ايه قائمة محددة يبقى الاسبوع الاول ده هيبتد ان هو يوم الحد هيكله سمك يوم الاثنين هيكله فريخ يوم التلات هيكله لحوم بيبقى قائمة اسمها محددة بتنزل لهم القائمة دي بيعرفوا هم هيكلوا ايه من خلال الاسبوع لكن الاصحاب الامراض اللي هي مختلفة ليهم اكل معين زي الخضار المسلوق الكلام ده كله بيبقى ليهم مينيو مختلف عن باقي المستشفيات اللي معاه بعد كده قائم الطعام الشبه المحددة وتستخدم في البواخر والسفن السياحية حيث يمكن للعميل استبدال صنف من الاباق مكان اخر يبقى احنا عندنا هنا الشبه المحددة بنستخدمها في السفن والبواخر فقط بيبقى فيها قائمة عبارة عن ايتمين ايتم اللي هو نزلة بيه اللي هي شبه محددة مثلا سمك لو العميل محبش ياكل سمك مثلا بيبقى الفرايتي بتاعه النوع التاني اللي هو بيأكله لحوم او اسماك هو بيبتدي ان هو يختار بين صنف او صنفين بس لكن مفيش لحوم واسماك ودواجن مفيش انواع مشويات مفيش الفرايتي الكامل بتاع مطعم خمس نجوم لان المطبخ بتاع البواخر بيبقى مطبخ محدود وحجمه صغير ما بيعدش اكتر من صنف ونفس النظام الشفاة اللي جوابي وكمية صغيرة جدا يبتدون ان هم يجهزوا لصنف او صنفين بس فعندنا الشبه المحددة بيبقى موجود على البواخر والسفن تمام وبيبتد ان هو يختار بين صنف او اتنين فقط كده بيانت الرؤية بتاعت الايه الشبه محددة طيب بعد كده العنوان اللي بعديه قوائم الطعام الغير محددة ويحتوي المينيو على عدة اختيارات وغالبا يكون في المطاعم الخمس نجوم اه يبقى احنا عندنا هنا المطاعم الخمس نجوم فيها الفرايتي او فيها اصناف اللي احنا عايزينها كلها حد حد بياكل فرايخ باربيكيو صاحبه حب بياكل سيفود شربة سيفود التالت حب بياكل شربة عتس حب بياكل حد فيهم حب بياكل صوفت درينك حد حب بياكل هارد درينك صوفت درينك يعني مشروبات غير كحلية هارد درينك يعني مشروبات كحلية كل الكلام ده موجود ومتناول في مطاعم الخمس نجوم يبقى الغير محددة تمام دي بتتكلم عن مطاعم الخمس نجوم وفيها كل اصناف الاكل فيها كل اصناف ايه الاكل لكن الشبه المحددة بتبقى موجودة في الصفن الباخر وبتتكلم عن صنفين بس المحددة بتبقى في المطاعم في المطاعم اللي هي بتاعت ايه المستشفيات والسجون والمعاهل كده عرفنا الثلاث قوائم اللي عندنا عشان الامتحان مهميك جدا اول حاجة المحددة الشبه محددة تمام الغير محددة عندنا الثلاث قوائم نعرفهم كويس ونعرف العملة بتاعتهم وانا هسيبكم شوية تنقلوا من على الاسي دي الحاجات بدايتكم هنا على الشاشة اربعة انواع المطاعم التجارية وتصنفها طبعا احنا هنا عشان نصنف مطعم خمس نجوم من مطعم خمس نجوم لازم ان يكون فيه عدة عوامل عشان نقدر نديله احققية الخمس نجوم او اربعة نجوم او ثالث نجوم اول حاجة بتحكمنا هي الحجم سواء مطعم كبير او مطعم صغير طبعا احنا عندنا بعض المطاعم الفاست فود ممكن تلاقي فيها حوالي اربع او خمس او عشر ترابيزات بكتير قوي لكن المطاعم الفايف ستارز ممكن تلاقي الكباستي او حجم التشغيل بتاع الترابيزات تلتمية وستين كورسي يعني حوالي مية وخمسين ترابيزة او مية ترابيزة بيقى في حاجة اسمها ستيشن فوق ستيشن علوي ستيشن سوفلي فيها باب فيها بار فيها ريستوران تمام كل الكلام ده طبعا كلمة باب دي ممكن تكون جديدة عليكم اللي هي ترابيزات هاي تيبل ترابيزات طويلة شوية كده عامنا زي كراسي زي ترابيزات البار وعليها كراسي كبيرة تمام ده جزء الوحدي بنسميه الباب زي الريستوران اللي احنا عارفينه ترابيزات العادية اللي هي بتقى معمولة من الخشب والسفرة بتاعتها عامنا زي السفرة بتاعتنا في البيت بس بتبقى مربعة بتاخد اربع كراسي او بتاخد ست كراسي او تمن كراسي بكتر اوي دي الريستوران وفيه عندنا طبعا البار وده زمن البار برضو ما يقلش مساحته عن 13 او 14 كرسي عشان يتلقم مع المطعم الخمس نجوم اللي احنا بنقول عليه دلوقت ده طيب الملكية طبعا لو فيه ملكية لمطعم واحد طبعا ده بيصنف انه هو ثلاث نجوم وعلى حسب برضو توضيبه وعلى حسب الكراسي اللي فيه والكباسة وعدد الكراسي وحسب الديكور اللي هو موجود جواه وبيشيل كام فرض والمينيو اللي هو محطوط جواه وتشغيل الاصطف نفسه لي يعني ممكن يكون الاصطف لجوه غير مؤهل فياخد ثلاث نجوم لكن لو مؤهل ومقدر السياحة وفنادي والناس كلها معاها شهادات عليا في الفندقة بياخد خمس نجوم على هذا الموضوع بعد كده الادارة نفسها لو ادارة سلسلة مطاعم زي بعض المطاعم في مصر عندنا هنا بتلاقي المطعم ليه سلسلة متوزعة لجميع انحاء الجمهورية ده برضو بيتصنف انه هو خمس نجوم او ثلاث نجوم على حسب الادارة واذا كان هو فاست فود او خمس نجوم اخر حاجة الموقع اللي هو موجود فيه المكان نفسه سواء في ميدان عام او في شارع جانبي طبعا بيتصنف انه هو ثلاث نجوم او خمس نجوم من خلال ايه الموقع اللي هو فيه اخر حاجة القيمة اللي هي ايه الموني الفنوس نفسه الشيك بتاعها او المينيو بتاعها عامل ازاي طبعا احنا لسه متكلمين عن حتة الفاست فود انه ممكن تكون دجاجة نفسها يعني السعر بتاعها في الفاست فود ما بتحداش المية وخمسين او متين جنيه لكن في المطاعم بعض المطاعم الخمس نجوم ممكن سعرها يعدي تلتمية وخمسين او ربعمائة جنيه على حسب الحاجات اللي نازل معاها السلطات والخدمة اللي بتنزل معاها من المطعم نفسه والخدمة نفسها اللي هي بيتم انشاءها من خلال الويتر او المدير المطعم والمكان نفسه والدزاين والديكور ده بيفرق كمان وبيفرق كمان في حتة الباركين بتاع السيارات للعميل وبيفرق في حتة المعاملة لاستقبال نفسها بقى في ريسيبشن بعد المطاعم الفاست فود او المطاعم السريعة مبقاش فيها حتة ريسيبشن او شخص مهندل ان هو يقابل الناس ويعرفهم بنفسه ويرحب بيهم ويفرش لهم ترابيزة او يقول لهم حضرتك حاجز ترابيزة او لأ ويعرف منه كل الامكانات دي عشان يبتدي ان هو يقعدوا على ترابيزة الصح بتاعته طبعا حتة الشيك بتفرق كتير جدا في حتة تقييم المطاعم من خمس نجوم لثلاث نجوم لفاست فود هناخد بالنا من بعض الحاجات دي تمام كويس مع بعض العنوان اللي بعد كده هنتكلم اول حاجة عن الحجم وهنصنفهم من حيث الحجم ده تصنيف الفنادق من خمس نجوم لثلاث نجوم يا شباب اول حاجة الحجم تبقى مطاعم صغيرة من عشرة لثلاثين فاكثر يبقى المطاعمة صغيرة من عشرة لثلاثين كرسي فاكثر اكثر حاجة اللي هي ايه ميت كرسي طيب الملكية بده ممكن تبقى ملكية فردية وممكن تبقى ملكية لإيه لتلسلة مطاعم زي ما احنا قلنا يبقى احنا عندنا الحجم اول حاجة من عشرة كراسي لثلاثين كرسي دي المطاعم الفاست فود والمطاعم الكبيرة من ثلاثين كرسي لميت كرسي اللي هي الخمس نجوم خلينا كنا نكتب مع بعض ونركز مع بعض عندنا في الحجم تصنيف الفنادي او المطاعم بتاعتنا اول حاجة من عشرة لثلاثين كرسي دي المطاعم الفاست فود من ثلاثين لميت كرسي دي المطاعم اللي هي ايه الخمس نجوم طيب الملكية عندنا ملكية اما فردية ممكن يبقى شخص واحد هو اللي مالك للمكان وممكن تبقى سلسلة مطاعم هي اللي مالكة او مجموعة شركة وهم اللي عاملين سلسلة المطاعم وهم اللي ايه بيدروها تالت حاجة الادارة وتدار بواسطة المالك ممكن يكون المالك صاحب المطاعم نفسه هو اللي بيدير المكان او شركة ادارة زي سلاسل المطاعم اللي موجودة عندنا في مصر ممكن تكون في شركة معينة هي اللي بيديرها او مدير مستقل عن المالك ممكن يكون المدير شايف حد كويس ومؤهل وصاحب خبرة كويسة جدا في ادارة المطاعم بتاعه فجاب حد يستعين بيه في ادارة المكان او بيأجر المكان بتاعه الحاجة اللي بعد كلها هي عقد ايجار او بيأجر المكان كله برمته بالكراسي بالاجهزة بالمعدات كلها لحد وهو بيشغل المكان او حق امتياز لشركات بعض الشركات طب كلمة حق امتياز دي جديدة عليكم انا حاس انها ممكن تبقى صعبة كلمة حق امتياز يعني في بعض الفنادي او بعض الشركات العالمية بتختار بعض المطاعم انها هي ممكن تكون في مواقع حلوة جدا تكون خمس نجوم ويبتدي ياخدها من المالك نفسه بياخدها بحاجة اسمها حق امتياز حق امتياز وبيشغلها هو لحسابه مش ايجار اسمها حق امتياز وبيحط عليها اللوجو بتاع المكان بتاعه وبيغير ديزان من حاجة بسيطة وبيحط عليها اسم ايه الشرك تمام نيجي بعد كده للموقع رقم اربعة الموقع وبتبقى مطاعم مستقلة مطاعم مستقلة زي اللي موجودة عندنا في الميادين والشوارع دي اسمها مطاعم مستقلة او مطاعم الفنادي طبعا بعض الفنادي احنا ممكن نخشه جوه ما نكونش عميل فندق او حاجة او حاجز غرفة وممكن يقعد في المطعم نفسه ياخد اللونش بتاعه وياخد الغداء او ياخد العشاء او ياخد بريك فاست كمان زي ما هو عايز مش شرط ان هو يكون عميل مقيم داخل الفندق عشان يقعد على تربيزة مطاعم الفنادي دي ممكن يكون فيها مطاعم شرقية ممكن يكون فيها مطاعم ايطالية مطاعم فرنسية مطعم بدوي انا عايز اخش جوه واخد الوجبة بتاعت الغداء بتاعي وبعدين امشي تاني مش مشكلة لكن احنا في صورتنا كلنا اننا لازم ان نبقى عميل الفندق او حاجز غرفة للتين تلاتة ومقيم في الفندق عشان ياكل في المطعم نفسه لا انت ممكن تخش الفندق بغرض ان انت تتعشى تتغدى تفطر وتاخد بعضك وتمشي تاني وتحاسب على الشيك وخلاص دي اسمها مطاعم الايه الفنادي بعد كده مطاعم وسائل السفر طبعا احنا عندنا في المطارات في مطاعم عندنا في كل مواقف او ميادين اللي هي بتسافر منها للباسات الكبيرة في مطاعم وفي ايه قاعات مطاعم سريعة دي اسمها مطاعم ايه السفر بعد كده خمسة رقم خمسة قيمة الشيك طبعا عندنا حاجة اسمها فاست فود اللي هي يا اقولنا عليها دي بتصنف اللي هي المطاعم التلات نجوم او النجمتين اللي هي بتقعقو منخفضة يبقي اول حاجة قيمة الشيك منخفضة من المطاعم اللي هي اسمها تمام الفاست فود دي احنا بيبيع ايه بيبيع cokhou الفلاخ المحمرة تمام وبيبيع Donachateت السريعة دي اسمها load food اسمها مطاعم fast food او متوسطها كايه مطاعم الاسماك واللحوم طبعا عندنا مطاعم الاسماك واللحوم دي الطبقة اللي ممكن ايه متوسطة الشيك بتاعها ما يتعداش ايه الربعمائة جنيه خمسمائة جنيه بالنسبة للفرض او مرتفعة خمس نجوم دي اللي هي فايف ستارز اللي احنا قلنا عليها ايه فيها باب ومطعم وبار دي اسمها خمس نجوم تبقى الشيك بتاعها مرتفع شبايا عندنا ايه تلات تصنيفات لقيمة الشيك او السعر بتاعي او الحاجة المنخفضة اللي هي الفصل فود او متوسطة زي الاسماك واللحوم او مرتفعة زي الخمس نجوم دي عندنا ايه تلات تصنيفات نحفزهم كويس بعد كده خدمة الغرف بنتكلم اول حاجة عن خدمة الغرف وقد كانت في العصور القديمة تسبب المشاكل لعدم التعامل المباشر مع الخادم طبعا الخادم ده اللي هو انت بتتصل بيه عشان ياخد الوردر بتاعك فتطورت الى ان تم التعديل المينيو مرقم طبق برقم والاسماك والاسم معدل السمع الخطأ طب يعني ايه الكلام ده احنا هنا نركز مع بعض كويس جدا في النقطة دي خدمة الغرف الاول قديما كانت بيحصل فيها مشاكل اكتراك جدا لان العميل بيبقى في غرفة بتاعته بيتصل بالنيادل او الويتر او اللي موجود على التليفون بيقوله لو سمحت انا عايز اردر تشيكين بربكيو تمام فممكن كلمة تشيكين بربكيو ماسمعهاش الويتر كويس تمام ويجيب له مثلا ايه لحمة بربكيو طيب كده بتسبب لي مشكلة ان العميل بيديه لما يلاقي حاجة غير الحاجة طلعه ويبتدي ان هو يرجع الوردر وبيتخسم على الويتر نفسه اللي هو جابه او سمع المكالمة فكاد بتحصل مشاكل اكتراك جدا وورا المعضو ده يبتدوا ان هما يعدلوا في المينيو نفسه اللي هو قائمة الطعام ويخلي كل مينيو مرقم يعني الشرب لو شربة بصل تبقى رقم واحد شربة سيفود تبقى رقم اثنين شربة عدس رقم ثلاثة فلما العميل يحتاج شربة عدس يقول له رقم كام يقول له رقم ثلاثة كده واضحة جدا في التلفون حتى لو حاب يأكد عليه وفعلا بالفعل هو بيأكد على الوردر يقول له بفندم حارتك اول حاجة طلبت رقم ثلاثة في الشرب يقول له اه فعلا حاجة طلبت رقم خمسة في المأكلات الساخنة يقول له اه فعلا حاجة طلبت في الابتايزر رقم ثلاثة فكده ما اصبح انه فيش ايه مشاكل او فيه تغيير للوردر نفسه او الطبق اللي طالع للعميل وبالتالي مبقاش فيه مرتجع او ريترد بنحاسب عليه من خلال الفندق نفسه او بيفرد علي كست او تكلفة عالية وحلل المشكلة دي مع العملة وانبتدت الناس تستريح في ايه في خدمة الغرف طيب بعد كده خدمة الحفلات والمؤتمرات وتعتمد هذه الخدمة على تقديم الطلبات في آن واحد حيث كانت بوفيه او اصناف متفق عليها يعني ايه الكلام ده احنا الوقتي لو احنا حضرنا حفل زفاف او عيد ميلاد او اجتماع لشركة ما او حفلة لشركة او تقديم منتج معين لبعض الشركات او اجتماع بيتم فيه عمل وقبة زي الغداء اسمه غداء عمل تمام لازم كل الناس اللي قاعدة بينزلهم صنف واحد كل الناس اللي قاعدة بينزلها ايه صنف واحد حتى لو ما كانش متفق عليه سيت مينيو يعني قائمة محددة للحفلة دي دي في الوقت ده بنسميها قائمة ايه محددة لاني بتنزل للناس كلها طبق واحد صنف واحد حتى الشرب حتى السلطات حتى الدرينكات ممكن يكون فيه تفاوت في الدرينكات بس اللي عايز يشرب عصير ويشرب ايه سوفت درينك حاجة ساعة تمام دي ممكن يكون فيها تفاوت لكن الحاجة الوحيدة اللي متفق عليها اللي هي المينيو بتاع المأكلات بينزل واحد طيب ونفس النظام برضو بيطبق لو فيه حفلة وفيها اوبم فيك كل الناس بتاكل اصناف معينة متفق عليها من مؤسس الحفلة او 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 الروع الرسمي للحفلة نفسها مع قدرة الفوندو يبقى احنا كده عندنا ايه حاجتين يا اما بوفيه يا اما ايه سيت مينيو بينزل على الترابيزة للعمل نفسها كلها طبق واحد وشكل واحد ومتغيرش ايه مكان طبعا ممكن هنا العميل نفسه او صاحب الحفلة يميز ترابيزة في اي بي دي حاجة ترجع له هو طبعا وبيخلي الناس اللي شغال على الكلام ده مبتاخدش بالها وبعض العملة مبتاخدش بالها انهم ما نزلوا تباق مختلفة للايه للناس التاني وهو شال الترابيزات او هو شال التري او الصينية ما بيوضحش الناس ثانيا ان هو شال الاصناف ايه مختلفة بعد كده دور المطبخ الحديث في الفنادق الكبرى والمطاعم التجارية طبعا احنا هنا ايه حددنا المطابخ الحديثة انها بتساعدني ايه حتة الوردر السريع على التابلت بيوفر لي وقت وكست في الورق كتير جدا وبعرف من خلال الجرد بتاعي اذا كان المطعم بيكسر او بيخسر او فيه نسبة هالك او فيه نسبة اهضار للمواد الخام يعني المأكلات اللي انا بشتغل بيها فده بيسهل لي الموضوع ده طبعا اول حاجة هنتكلم عنها في الموضوعنا النهاردة اللي هو القائمة اللي هو المينيو ده شكل المينيو بتاعنا بالنسبة لو مطاعم فاست فود نبص عليه كده مع بعض المينيو مكتبه عليه من فوق كلمة فاست فود مينيو لو هنلاحظ ان بعض الساندويتش اللي موجود هتلاقيه ساندويتشها السريعة لكن ما فيش حاجة بنستخدم فيها شوكة وسكينة هو بعض الساندويتش بقيمة موجود وعليه ورقة طبعا او منديل عشان تمسكوا بيها وبتدي تتناول حاجة بتاعتك وفيه فارم فريتس وفيه حتى الكنز اللي نازلة بتنزل في ايه في كوباية بلاستيك ما بتنزلش في كوباية هايبول او ووتر دوبليك تمام ومعها تلج لا هي بتنزل في كوباية بلاستيك بالتلج بتاعها بشالمو دي حاجة اسمها مأكلات سريعة او فاست فود يبقى احنا نحفظ لنا شكل المينيو بتاعنا اول حاجة في القائمة الاولانية كده كلمة فاست فود يعني مأكلات سريعة تمام بعد كده ده المينيو بتاعنا اللي هو بتاع الخمس نجوم هنلاحظ فيه طبعا اجابلك ورقة واحدة من قلب المينيو هنا فيها بس ايه السرطات والشرب لكن في المينيو ده بيبقى كذا صفحة بيبقى صفحة للأبيتايزر اللي هي فواتح الشهية وصفحة للشرب وصفحة للسخر وصفحة للحوم وصفحة للأسماك طبعا احنا هنا جايبين صفحة واحدة عشان تعرف الشكل بتاعها هعمل ازاي لكن الفاست فود بيبقى ورقة واحدة لانه هو كبير وقوي عنده خمس اصناف او عشر اصناف بيبيعهم لكن خمس نجوم بيبقى بيخش مثلا في حوالي اربعين صنف بالنسبة للسخر وممكن الشرعة بتخش في حوالي خمس اصناف السوفت درينك او الحاجات اللي هي الغير كحولية ممكن تبقى حوالي عشرين صنف بالعصير بكوكتيلات ممكن خمور تخش في ثلاثمائة وخمسين فرد صنف سوري بقى الموضوع كبير شوية في المطاعم الخمس نجوم بيبقى مني بتاعها بيبقى كزا ورقة عامل زي الفولدر او الفايل او كراسة اللي هي فيها كزا ورقة بعد كده نوع المنشأة او المؤسسة ده بتفرق معنا برضه في التصنيف رقم الف مطابخ الفنادي عندنا في مطابخ الفنادي ده الشكل بتاعنا هو لو مطبخ خمس نجوم لازم ان يكون الدزاين بتاعه زي ما احنا شايفين اول حاجة من راعي موضوع التهوية لازم ان يكون فيه جريلية اتشافت الهواء لازم ان يكون فيه الميزان بلاس بتاع العدة زي ما احنا شايفين على ادينا الشمال كده طبعا مهم جدا ان انت تعمل زيارة للمطبخ بتاعك داخل المدرسة عشان تعرف فيها ايه هو الميزان بلاس يعني التجهيزات الاولية لقسم المطبخ طبعا احنا الشيف عندنا عشان يبدأ الشيفت بتاعه ويبتدي ان هو يعد بعض المأكلات لازم ان يكون فيه حوالي عشر او خمساشر نوع من انواع الاباق والاكواب موجودة قدامه طبعا الاباق دي فيه منها طبعا احنا عايزين نعرف طبق الرستو او طبق المين كورس اللي هو طبق الرئيسي بينزل فيه اللحوم ايه طبعا ده طبق بيقى عبارة عن اتن وعشرين كتر بتاعه اتن وعشرين سنتي وفيه بعض الاباق سبعتاشر سنتي دي بيتم فيها خدمة السلطات والفواتح الشهية وبعض الاباق تبقى عبارة عن اسم بولة يتحط فيها الشربة والغرف بتاعها وفيه بعض الشوك والسكاكين تخص اللحوم وبعض السكاكين والشوك تخص اكل الاسماك وبعض المعالي تخص الحلو وبعض المعالي تخص الشرب طبعا كل الكلام ده موجود عندنا في كل مدرسة فندقية لازم ان نخش ونتعرف عليه ونكلم المترو ونكلم الشيف عشان يورينا العدة بتاعتنا وورينا شكلها عامل ازاي ونبتد ان احنا نمسكها ونعرف كمان طريقة السيرفيز بتاعتها عامل ازاي لو امكن نعرف طريقة التلميع بتاعتها عامل ازاي لو امكن نعرف الاجهزة اللي موجودة داخل المطبخ طبعا المطبخ ده بتاعك لحد ما ان شو الله تتخرج وتبقى شيف فندق تاني فالمفروض ان انت تعرف انواع الاجهزة وانواع التقطعات كويس عشان تبقى ملم بكل حاجة داخل المطبخ بتاعت بعد كده ان شو الله في الحصة الجاية او الدرس الجاية والحاضرة الجاية هنكمل مع بعض تصنيف الفنادق من درجة اولى لتانية لدخلتها او لخمس نجوم ان شو الله وبالتوفيق لكم وشكرا وللقاء